اهلا بحضراتكم من جديد استقبلوا رئيس المجلس الأوروبية شارل ميشيل اليوم رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن ورئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا والمستشار النمسوي سباستيان كورتز ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتة لإجراء محادثات حول ميزانية الاتحاد الأوروبي التي تمتد لسبع سنوات مقبلة هذا يأتي قبل انعقاد قمة الاتحاد المقرر عقدها العشرين من هذا الشهر في هذه الفقرة سنحاول تسليط الضوء على ميزانية الاتحاد وأي عبء يلقى على عتق الدول في خضم بعض الأزمات التي لا تزال تعيشها أو ربما لا يزال يلوح في الأفق بعض المشكلات الاقتصادية لبعض الدول خصوصا دول الجنوب الأوروبية دكتور كريم العندة أستاذ الاقتصاد السياسي ينضم إلينا في الأستوديو أهل وسهلا محاجم دكتور كريم بالنظر إلى بعض المشروطيات التي يضعها الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء لاستفائها في ميزانياته هل تنظر هذه الدول إلى هذه المشروطيات على أنها أعباء ولا مسائل تنظيمية يمكن الاقتداء بها حتى في صياغة الميزانية بشكل عام داخل هذه الدولة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا يعني بصفة عامة بخصوص المعيير اللي كان دايما الاتحاد الأوروبي بيشترد فيها بداية من شروط دخول الاتحاد الأوروبي اللي هي كانت عجزة في الموازنة لا يزيد عن 3% وما يكونش فيه يعني نوع الأنوع الاختلال في سعر الصرف واخلافه كل هذه أو نسبة الدين لا تتجاوز 60% من ناتج المحلي دي كانت بداية كانت شروط دخول الاتحاد الأوروبي ولكن يبدو أن هي مجرد ما تدول دخلت الاتحاد الأوروبي وبتخش الاتحاد الأوروبي يبدو أنها ما بتلتزمش بيها أو يعني بتبقى معايير وأنظمة بيحاولوا أن هو تكون يقتضوا بيها ولكن يبدو أن الأمور ما بتصيرش على ما يرمع بمرور الوقت وبالتالي يعني بتبتدي كل سنة ما بتده يبتدي اعتمد الاتحاد الأوروبي الموازنة السنوية أو مثلا إذا كان بيعتمد كل فترة الموازنة طويلة المدى زي ما احنا نشوف أن الاجتماع ده عايز يعتمد الموازنة طويلة المدى من 21 من سنة 2021 لـ 2027 تبتدي في مشاكل وتحديات بتواجه الاتحاد الأوروبي وهم دايما بيحاولوا يبحثونها على الحل في بعض الأمور وتبقى محتاجة انفاق أكتر من جانب موازنة أو موازنة الاتحاد الأوروبي وبالتالي في دول أيضا بتطالب انفاق أكثر في نقاط معينة لأن كمان في تقسيمة الاتحاد الأوروبي يبقى فيه كوة كبرى أو فيه دول عظمة بتبقى مقدم صافي مساهم صافي في موازنة الاتحاد الأوروبي يعني أنك انت بتحدد الموازنة ككل وبعدين بيبتدي كل دولة بتاخد حصتها سواء لمشاريع خاصة بيها أو مشاريع مشتركة مع دول الجوار أي أن كان هذا النوع من الاستثمارات أو من هذا الانفاق ففيه دولة ممكن مجموعة من الدول بتاخد أو بينفق عليها أكتر ما بتدفع وفيه دول بيبقى عندها بتدفع أكتر ما بتاخد مثال على الدولة دي زي بريطانيا بريطانيا كان خروجها من الاتحاد الأوروبي هو كان خروج يضر الاتحاد الأوروبي هتبتدي فيه مشكلة هتبتدي تظهر من بعد من 2021 أن هي بريطانيا مع خروجها من الاتحاد الأوروبي عاملة تسوية مالية أو اتفاق تضمن الحقوق بتاعتها وحقوق المواطنين الأوروبيين اللي موجودين في بريطانيا فمن سنة 2021 هتبتدي فيه مشكلة وأزمة كان الاتحاد الأوروبي يعني ماشي بنظام أنه يتم مساهمة 1% من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة طبعا لما تخرج بريطانيا وكانت بتساهم نقولت عليها هي مساهم صافي تقريبا هي كانت بتدفع في السنة 13 مليار يورو أو 12 مليار يورو يعني في السباح سنين 85 مليار يورو 84 مليار يورو تقريبا وبالتالي خروجها كان هي تقريبا كانت المساهمة الصافية بتاعتها مقترب من 6 مليار يورو سنويا دكتور كريم هو بالنظر لهذه الموازنة الاتحاد والاشتراطات المتطلبة في ميزانية الدول الأعضاء هناك بعض الانتقادات التي أصبحت توجه داخل دول أوروبية بالجملة بعيدا عن الاتهامات السياسية التي قد تأتي من أنصار اليمين لكن هناك المشكلات الاقتصادية التي ألمت بدولة كفرنسا مثلا دفعت البعض للقول بأنه يعني هذا الذي جنيناه من اشتراطات الاتحاد الأوروبي في الموازنة لو أن الحكومة الفرنسية لديها الاستقلالية الكبرى لا كان بالمقدور الخروج من هذه المشكلة طبعا ظاهرة الانفاق الحكومي ابتدت تتزايد في الدول الأوروبية هي ليس فقط فرنسا ولكن هي فرنسا وأسبانيا والبرتغال وإيطاليا عدد من الدول أصبح لديها مشكلة فهم بيحاولوا بقدر المستطاع أن هم يدعو تلك الدول أن تخفض العجز في الموازنة العامة فتخفض العجز هذا معناه تقليل الانفاق تقليل الانفاق على الخدمات وبالتالي بيتواجه حكام تلك الدول مكومة من الشعب احنا شفنا مزارات في فرنسا ابتدت في تتبلور عدد من المشاكل الاقتصادية الموجودة في باقي دول الاتحاد الأوروبي مع الحرب التجارية الأمريكية الصينية ويبدو أن ترامب بعد ما انتهى من الصين يركز أنظاره على أوروبا لأنه كمان أنا أظن أنه هو اللي شجع جونسون أكثر على الإسراع بالخروج من الاتحاد الأوروبي لأنه هو وعده أنه مجرد الخروج هيبرم معه صفقة اقتصادية وتجارية ضخمة لأنه احنا كلنا بنتكلم عن الخسائر اللي ممكن يجنيها الاتحاد الأوروبي مع خروج بريطانيا وبالتالي يعني حساب الخسائر دي حاجة يعني تموتها الصعوبة لا تقدرش نحددها بشكل دقيق إلا مع الخروج معا نبتدي نشوف المعاملات هتكون ازاي بين بريطانيا ومن بين الاتحاد الأوروبي ولكن يبدو أن ترامب أرسل رسالات طمأنينة لجونسون يعني مجرد الخروج من الاتحاد الأوروبي أنا لك عندي صفقة صادية وتجارية ضخمة أيضا يبدو أنه ترامب يعني هيبتدي أو هيبتدي ابتدى بالفعل فرض يعني غرامات أو جمارك مرتفعة أو عقوبات على الاتحاد الأوروبي ابتدى بالمنتجات التكنولوجية أو البرمجيات الخاصة منتجات التكنولوجية والسلع التكنولوجية أو السلع الرقمية عفوا مع فرنسا أيضا هو يعني برضو بيتهم شركة هما فيه أكبر شركات طيران في العالم بوينج وإيرباس بالفعل هو اتهم الشركة الإيرباس وشركة الأوروبية أن هي بتدعم صناعتها أمام الصناعات الأمريكية ونضم صناعة الطيرات الأمريكية وده بعتبر شركة كبيرة ومصدر مهم لضرائب الأمريكية وبالتالي هو يعني مرتفع وبتهم الكل وله نفس النمط من التعامل مع الكل يعني اتهم كندا أيضا بأنها تقدم دعم لبومبردية واتهم الصين بأنها تقدم دعم لهواوي واتهم الأوروبيين بأنهم يقدمون دعم لمنتجات السيارات ولشركة إيرباس اللي حضرتك أشرت إليها يعني هذا مستوى مفهوم أو يعني متعارف عليه منذ وصول الرئيس الأمريكي هل هناك عب يلقى على عدق الأوروبيين أنفسهم في إدارة الملف الاقتصادي بأكمله ولا المشكلة كلها تأتي مع الحلفاء الذين قد تحولوا ربما إلى خصوة لا أنا ما بشوفهاش من النقطة دي ولكن أنا شايفها من نقطة أن كل دولة من حقها لما تحس أن فيه ضرر رائع على الاقتصاد بتاعتها تتخذ الإجراءات التي تحلو لها اللي هي شايفها المواصل لصالحها يعني احنا كنا دايما بنتكلم على الأولاد المتحدة أنها رمز الرئيس المالية ورمز الليبرالية والانفتاح الاقتصادي على مستوى العالم وأيضا كنا بننزل للصين إن هي الكتلة الاشتراكية أو التي يعني الدولة المتحفزة أو الدولة الشيوعية الاشتراكية اللي هي بعيدة عن الليبرالية وبعيدة عن الرأس المالية فإحنا هنا شفنا في الظاهرة بعد ما ترمب تولى الحكم أصبح لدينا نقيد يعني أصبح ترمب يتبنى الحمائية والخروج من الاتفاقيات التجارية وفرض جمارك مرتفعة في حين النصين بتدعو ترمب أنه يتجه إلى الرأس المالية ويتجه إلى إزالة ودعم إقصادها وبالتالي ده برضو إحنا دي رسالة توجه لنا للداخل لأننا ما تنخضعش بالشعرات اللي الدولة الكبرى كانت بتتبناها ويقول لك يعمل دعو يمر خلي المنافسة حرة دخل للمنتجات لأنك أنت مش مستعد لده يعني دي رسالة لنا في الداخل إحنا مش مستعدين لكده هم مستعدين لكن لما ابتدوا يبقوا مش مستعدين أو حس ترمب أو حسة الولايات المتحدة أنه فيه فجوة في الميزان التجاري بينها وبين الصين أو بينها وبين أوروبا اللي هالمفروض أوروبا حليف ليها كمان ابتدى يأخذ كل الإجراءات اللي هو شايفها مناسبة علشان يحمي اتصاده ابتدى أيضا الاتحاد الأوروبي يعني هو أيضا ينظر بعض الصين ترمب ينظر إلى الاتحاد الأوروبي بعض الصين اللي هو منافس ليه قوي وبالتالي يمكن قد أظن أنه يجب 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 أنه يج بريطانيا مصاهم صافي يعني هي في مشكلة هتواجه الاتحاد الأوروبي مع خروج بريطانيا دكتور كريم هل الاتحاد الأوروبي مطالب بتقديم بعض المغريات المحفزات للدول الأعضاء حتى يكون في الأمر رسالة للدول بأن لا تحضو حذو بريطانيا لأن بريطانيا ربما يكون لها وضعية خاصة لكن إن أظهرت هذه الدول تأذي مع ظهور التيارات اليمينية قد يكون أو قد تكون فرص خروج دول أخرى مواتية أيضا في فترة المقبلة هو في النقطة دي يعني بداية الإجراءات اللي قامت بيها مفاضية الاتحاد الأوروبي أنه هو صعب خروج بريطانيا أو خلى خروج بريطانيا مكلف جدا أو مقلق جدا علشان ما تفيش دولة تحذو حذو بريطانيا في الخروج من الاتحاد الأوروبي خاصة أن خروج بريطانيا ده كان أول تجربة تحدث يعني كان خروج بريطانيا أول مرة تحدث حتى إن كان في إجراءات الاتحاد الأوروبي أو في القانون التأسيس الاتحاد الأوروبي ما تناولش موضوع الخروج بالتفاصيل الكاملة عشان كده احنا كتوجهة مشكلة خروج بريطانيا نهاية تخرج إزاي إجراءات الخروج لأن كان التحاضة الأوروبي بينظم بكل التفاصيل بكل الأدوات دخول دول الأعضاء لكن خروج دول الأعضاء ما كانش لها التفاصيل بالمعنى المفهوم عشان كده كانت لما حصلت أزمة الاقصدادية لليونان وهددوا المسؤولين الروبيين أو الألمان بمعنى أضك إن هيخرجوا اليونان من التحاضة الأوروبي كانت كلام ده غير قانوني وغير صحيح لأن إن قلت إجراءات الاتحاد الأوروبي قاعدوا منظمة كانت بتنظم الدخول لكن الخروج ما ينفحش يجيرك على الخروج ولكن الخروج يكون طوعي وابتدينا نشوف الكلام ده بالتفاصيل مع خروج بريطانيا لما فعلوا القانون معين خروج من الاتحاد الأوروبي وتفاصيله كانت نقطة في غاية الصعوبة وقاعدوا مفاوضات 3 سنين ونص خسر فيها الإقصاد البريطاني كتير ما يقرب من لحد إجراءات الخروج لحد الشهر اللي فات تقريبا خسر اقصاد البريطاني 130 مليار يورو بالإضافة لـ 70 مليار يورو السنة اللي احنا فيها خسائر كسيرة وعدة وقعت على الطرفين يعني احنا مش هنتكلم من المستفيد ومن الخسران ولكن نقدر نتكلم هنا الخاسر الأكبر والخاسر الأصغر كان وجود بريطانيا هي دولة صناعية بالأساس ودولة مقدمة للخدمات في سوق كبير وعن لغزة الاتحاد الأوروبي 513 مليون نسمة فخروج من هذا السوق الكبير تمثل مشكلة كبيرة لبريطانيا ومثل مشكلة أكتر لاتحاد الأوروبي لأنهما أكبر يعني السوق المشتركة الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي هو أكبر سوقه أكبر قطلة أقتصادية في العالم هل الاتحاد الأوروبي في ظل الوضع الرهن وهو ليس أفضل وضع على المستوى الاقتصادي هل هو مطالب بتقديم محفزات لإقتصادات هذه الدول هناك مبادرة أو آلية تمويل لاندماج التي تقدم لدول الجنوب الأوروبي لمحاولة دعم بيئة الاستثمار الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبي هنا طبعا الاتحاد الأوروبي بعد ما كان نموذج يحتاز به من عشر سنين ولا حاجة أو أكتر من عشر سنين في التكامل كنا حتى إحنا بندرسه للطلبة بتوعنا وتناوله في رسالة المجستير والدكتورات كان نموذج يحتاز به إزاي نطباقه في المنطقة العربية أو في الشرق الأوسط ولكن أسابه الوهن و أسابه الشيخوخة أصبحت فيه مشاكل كثيرة وعدة كانت تمويل الاندماج كانت دي كانت حزمة تمويلية وجهة الاتحاد الأوروبي للدول يعني مش نعايزين نقول الفقيرة في الاتحاد الأوروبي لكن الدول الأقل مستوى في الدخل من الدول الكبرى فالدول دي متتركز في الجنوب وفي الشرق بالضبط التشيك الماجر بولندا ممكن تكون كبروس اليونان كل هذه الدول مستوى دخلها أقل سراء أو أقل دخلا من باقي الدول الأغانية وبالتالي الاتحاد الأوروبي خصص لهم حزمة من التمويل يسمى تمويل الاندماج إن هي تنفق على التنمية عندها تنفق على الإصمارات ترفع من المستوى دخلها توفر فرص عمالة تزيد كفائتها في الإنتاج وفي التصنيع وخلافه وبالتالي مستوى الدخل بتاعها يرتفع بشكل تدريجي علشان تقدر تجاري وتساير باقي الدول الأوروبية طبعا الدول دي أكتر دول واجه القلق مع قروب بريتانا من الاتحاد الأوروبي لأن ابتدى يحصل في عجز في الانفاق أو في عجز في التمويل انخفاض في موزنة الاتحاد الأوروبي فهيبتد دعت بعض الدول أنه هو يبقى لنسبة مساهمة الدول في الاتحاد الأوروبي أكتر من 1% في بعض الدول اعتردت فهذا ينعكس عليه أيضا حاجة تاني أنه هو يبتد الانفاق على بعض الإجراءات أو على بعض التمويل اللي بيتم الانفاق عليه في الاتحاد الأوروبي هنخفض زي ما حضرتك أشرت الاندماج أو حزم التمويل الاندماج لأنها كانت احتمالتك بسنادي السنة اللي احنا فيها 45 مليار دولار بعد ما كانت 67 السنة اللي فاتت فذين نقطة دي يعني أصارت قلق عدد من الدول المعنية بهذا الكلام أيضا من النقطة الأخرى اللي بتتناولها موزنة الاتحاد الأوروبي سواء السنوية أو طويلة الأجل نقطة الهجرة نقطة الهجرة وملف الهجرة في غاية الأهمية ويمكن حتى أن ملف الهجرة ده الملف الأساسي اللي كان خلى بريطانيا يعني من ضمن الملفات أنها تخرج من الاتحاد الأوروبي بسبب قواعد تسليل إجراءات دخول المهاجرين نقطة الهجرة دي يعني بيتم تناولها أكثر من بعد إنساني ولبعد اتصادي أيضا لأن البعد الاقتصادي اللي بتتناوله ملف الهجرة أن الاتحاد الأوروبي يعني أي دلعاملة فيه هتصابتها شيخوخة وأن يمكن فيه دراسات قالت أن من سنة 2021 لحد 2045 ولا حاجة هيبتدي الاتحاد الأوروبي هيحتاج ما يقترب من 40 مليون أو 40% من قوة العاملة بتاعته يحتاج قوة عاملة جديدة الفئة العمرية الغالبة في دول الاتحاد الأوروبي الفئة الأكبر سنة الفئة الأكبر سنة اللي هتبتدي يعني يبتدي فيه عجز في الأيد العاملة الأيد العاملة الهجرة يعني بتبه موجودة في تخصصات أو موجودة في قطاعات في عجز فيها من الأيد العاملة الأوروبية مثلا زي خدمات السياحة وخدمات البناء يعني هذه الجزئة ربما يكون في هذه الأوينة تحديدا لها بعد سياسي أكثر من البعد الاقتصادي بحكم تنامي ظهور النزاعات اليمنية هناك لكن إذا أوكل إلى بعض الاقتصادات الكبرى كالاقتصاد الألماني مثلا في الاتحاد الأوروبي مهمة إنقاذ بعض الاقتصادات كالحالة اليونانية وتقديم أوجه دعم مختلفة لهذه الدول في المرحلة المقبلة مع الوضع الاقتصادي أو مع نذر الكساد الجديد الذي ربما يلوح في أفق الاتحاد الأوروبي قد تجد هذه الدول دول الكبيرة والوازنة قد تجد نفسها مضطرة لكي تعيد النظر في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي وما تقدمه من حزن ثمويلين طبعا لا ما هو أنت كمان في نفس الوقت هي علشان كانت بريطانيا من الدول الأوليلة في الاتحاد الأوروبي المقدم صافي في مصروفات أو مشارك صافي في موزنة الاتحاد الأوروبي يعني بيدي أكتر ما بيأخذ بناء عليه أنك أنت ألمانيا هي من أكثر دول المتمسكة بالاتحاد الأوروبي أنت الوجود في الاتحاد الأوروبي أنت بتأخذ ميزات كثيرة وعدة يعني أنا برضو أنا شايف أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ده يسبب له ضرر أو يعني كانت أو حصل تسرع أن هم يعملوا استفتاء الخروج فهو فيه ضرر كبير وقع كان على بريطانيا وما أظنش يعني أنه ممكن الدولة تأخذ هذا الإجراء لأن أغلب الدولة الأوروبية يعني بتحتمد على موزنة الاتحاد الأوروبي كمان بيستفيدوا من السوق العملاق لك 500 مليون نسمة حرية انتقال السلع والمنتجات والخدمات من غير جمارك لكن أنت لو حركت المتحدة الأوروبي السلع والمنتجات اللي أنت بتصدرها تكلفتها تزيد واللي بتستوردها أيضا تكلفتها تزيد أيضا فيه استثمارات مشتركة من الدول فيه شركات يعني أنت ممكن تخش الشركات والمؤسسات خاصة المؤسسات المالية بتخش أي دولة أوروبية وبتتعامل مع باقي الدولة الأوروبية كأنها كتلة واحدة أو كأنها دولة واحدة يعني إحنا ابتدت حديث مع خروج بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي أن بريطانيا مركز مالي واقتصادي هام جدا وكبير جدا وبالتالي كانت شركات اللي بتعمل في المجال الخدمات المالية والبنوك دي تمثل تقريبا أقصر من 12% من حجم الاقتصاد البريطاني وبتقدم ضرائب للحكومة البريطانية أقصر من 70 مليار دولار سنويا هتبتدي تعيد النظر تلك الشركات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن هي هتبتدي تتجه لدول أخرى هتكون الدول الأخرى دي أوروبية غالبا قد تكون في ألمانيا هي مركز قد يكون مركز مالي واقتصادي جديد للاتحاد الأوروبي أيضا في شركات أخرى هتبتدي تحقق خسائر في بريطانيا زي مثلا الشركة الخطوط الجوية لأنه كان ينظر للشركات التي تعمل في مجال الطيران البريطاني كانها جزء من الشبكة الداخلية كانت بتخش كل المطارات من غير تعقيدات من غير أي تكاليف ولكن مع النقطة دي مع خروجها هتبتدي تواجه مشاكل مع خروجها من الاتحاد الأوروبي إذن حتى أن تبقى فيه صناعات موجودة في الدول الأوروبية الدول الأوروبية كلها دول صناعي بالأساس وتقدم خدمات وبالتالي في أن نقطة الخدمات مرتبطة بالخدمات المالية مرتبطة بالبنوك فإذا حاول الدولة أنها تحزو حزو بريطانيا وتخرج أكيد هتواجهها مشاكل إذا كانت بريطانيا خمس أكبر اقتصاد في العالم بكل إمكانياتها المادية دي يعني نحن نتحدث عن خسارة تتجاوز 200 مليار يورو فما بالك إذا كانت دولة تانية تعاني من مشاكل إقتصادية أيضا كانت أزمة الديون اللي هي أصبحت الدول الأوروبية يعني إحنا قبل كنا كنا نتحدث أن الديون لما بتزيد عن 100% من ناتج المحلي في الدول النامية أو في الدول الأفريقية أو في الدول العربية لا أصبح لدينا أزمة الديون في فرنسا تقريبا فرنسا 99% أسبانيا وبرتغال 120% 115% إيطاليا أيضا نسبة ديونها الدين العام لبعض الدول الأوروبية يجاوز 100% من الناتج الإجمالي بل أغلب الدول الأوروبية يعني تحدث أنا قد ربط مثل باستثناء يعني ألمانيا هي الدولة الوحيدة لنسبة دينها مش مرتفعة لكن فرنسا نسبة دينها تقترب من 100% وأسبانيا والبرتغال وإيطاليا بالإضافة إلى كوبروس وليونان كل هذه دول نسبة الديون فيها مرتفعة وعدد كبير من دول الأوروبية عشو دكتور كريم يعني هالمسألة لا تبتعد كثيرا لكن في تفصيل اقتصادية حضرتك تبسطها متى يكون معدل الدين وإن ارتفع غير مقلق لأنه لا يمكن لهذه الدول أن تتعامل بمعايير اقتصادية مختلة دولة اقتصادها حتى وإلا يكون في أفضل حالاته لكنه على الأقل اقتصاد مقبول وحضرتك تشير إلى الدين العام لهذه الدولة نسبة الدين الدين العام فيها من نتج المحلي 60% فهم مجرد ما دخلوا الاتحاد الأوروبي ومع مرور الوقت مع زيادة المطالب الجماهير بالانفاق وزيادة العجز في الموازنة والانفاق الكبير على الخدمات في الدولة الأوروبية يبتدى الدين يقترب من 100% أو يتجاوزه وأصبحنا ننظر إليه بأزمة كبيرة يعني ايطاليا دي أزمة كبيرة للاتحاد الأوروبي فبيحاول بقدر المستطاع فإنت ممكن يعني الاتحاد الأوروبي كله يتضرر فبناءا عليه إحنا زي ما بنقول النسبة الأمنة هو تم الأخذ أو يتم مثلا أخذ نسبة 60% من النتج المحلي كحاجة استرشادية أو كمؤثر استرشادية لكن هي ملهاش قواعد بشكل أكثر تحديدا ولكن أيضا أنت برضو بيتم أخذ في الاعتبار أنت الدين بتاعك ده هل هو دين مستدام ولا دين متزايد دين مستدام يعني أنت على الأجل الطويل أن الدين بينخفض أو حتى لو بينخفض بمقدار طقيل فده يعتبر اسمه دين مستدام وأن يكون معدل النمو بتاعك أعلى من معدل نمو الدين فده بنقول عليه دين مستدام يعني على المدى الطويل بينخفض أنك تكون في سنة أو سنتين أو الفترة الزمنية معينة كان عندك أي مشاكل فابتديت تزود الإنفاق أو تزود العجز علشان تزود علشان إنفاق التنمية لغرض ما ولكن مع مرور الوقت بتبتدي المشاريع التنموية دي تعوض ويبتدي الدين ينخفض ولكن لا تزال مشكلة الدين هي مشكلة عالمية في علاقة الاتحاد الأوروبي بالشركاء ذو الثقل وحضرتك أشرت إلى الولايات المتحدة بعتبرها شريك تاريخي سياسي واقتصادي وحتى عسكري لدول الاتحاد الأوروبي مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحضرتك تراها مسألة ستحمل خطورة كبيرة على الطرفين الولايات المتحدة ترفع شعار أمريكا أولا في حقبة ترامب والواردات سيتم زيادة التعريفات عليها أين كان هذا الشريك أوروبي أو أسيوي أو من أمريكا الشمالية الأمر قد يدفع الاتحاد الأوروبي لخلق شراكات مع دول ليست تقليدية ليست حليفة تاريخيا للاتحاد الأوروبي عن روسيا مثلا عن الصين والأمر قد يغضب الرئيس الأمريكا أو يغضب الإدارة الأمريكية وأغضبها بالفعل أولا مجرد خروجها من الاتحاد الأوروبي كان الاتحاد الأوروبي بيبرم اتفاقيات ككل يعني فيه 36 اتفاقيات صادية وتجارية أبرمها الاتحاد الأوروبي طبعا كان بريطانيا جزء من الاتحاد الأوروبي فبتنسحب عليها تلك الاتفاقيات بشكل مباشر 36 اتفاقية مع خروج بريطانيا فأصبح ليس لديها أي اتفاقيات مع دول العالم عشان كده بدأت تسعى مع مصر مع الدول الأفريقية مع الدول الأسيوية مع الولايات المتحدة علشان تقدر تصرف المنتجات بتاعتها أنا قلت أن صدرات بريطانيا تقريباً 460 مليار دولار بتستورد ب680 مليار دولار في حالة أن زهية ما أبرمتش اتفاكات تجارية ميسرة وفيها مزايا هتبص تلاقي أن تكلفة التصدير والاسترادة عندها ترتفع بشكل كبير ممكن ينعكس على التضخم عندها يعني هتبتدي اتواجه أزمة مالية أيضاً الاتحاد الأوروبي هو دخل في شراكات مع دول العالم على سبيل المثال هو دخل في اتفاقية شراكة الأورو متوسطية مع الدول المطلة على حوض البحر المتوسط وأيضاً يعني يمكن مصر على سبيل المثال هي دخلة في إطار الشراكة دي وفي نفس الوقت في اتفاقية سنائية أيضاً شراكة بين مصر وبين الاتحاد الأوروبي يعني أنت بتبرم على اتفاقيتين اتفاقية سنائية وفي نفس الوقت اتفاقية ككل للدول المطلة على حوض البحر المتوسط لكن مسألة أن تسعى أعدة دول أو بعض الدول التي ترى أن من صالحها مثلا أن تتعاون مع روسيا في مجال الطاقة في مجال الغاز في بعض الصناعات أن تتعاون مع الصين مثلا بإعفاءات متبادلة هل هذا مطروح وقد يحمل إفادة لدول الاتحاد الأوروبي ولا الأمر على المستوى السياسي قد يكون مرفعه؟ لا هم مطروحوا ينفذوا في اتفاقك مع روسيا أنت بتأخذ الغاز الروسي طبعا الغاز الروسي ده عصب بالنسبة لأوروبا وهو حتى نقدر نقول عليه أن الغاز الروسي ده زال الأوروبا خاصة ألمانيا مع روسيا عشان كده أنا قلت أن كنت بلستها أكمل كلمة أقول في أن الشراكة الاقتصادية مع الدول حضر البحر المتوسط يعني مجرد ما تم اكتشاف الغاز الطبيعي الموجود في البحر المتوسط فهم اعتبروا أنهم يقدروا ينوعوا أو كبديل أمشا عايزة أقول بديل للغاز الروسي لأنه استهلاق أوروبا من الغاز كبير جدا في الشتل لأن حيانا دههم طبعا متوقفة بشكل كامل وبالتالي أنهم محتاجين الغاز عشان التدفئة ومحتاجين الغاز عشان التصنيع ففي إطار شراكاتهم مع الدول زي مصر أو مع شراكة مع اسرائيل أو في الشراكة مع الجزائر كل الدول دي الغنية بالغاز الطبيعي فهم بيبتدوا يبرموا التفاقيات ويقدموا دعم فني أيضا في مجال الطاقة يعني هم كمان عايزين طاقة كهربائية وبالتالي فهم بيقدموا دعم فني للدول اللي موجودة في الصحراء الكبرى وكان اتطرحت قبل كده الاتحاد الأوروبي عمل مشروع عملاق في الصحراء الكبرى إنه هو يولد الطاقة الكهربائية من الشمس يستفيد من الطاقة الشمسية اللي موجودة والمساحات الشاسعة اللي موجودة في الصحراء الكبرى قط مصر والمغرب والجزائر من الدول المرشحة إنه يتم عمل فيها مشاريع عملاقة من قد المليارات علشان يتم ربط الطاقة اللي يتم تولدها من أفريقيا من الطاقة المتجددة والجديدة بالاتحاد الأوروبي ده نوع من أنواع الاتفاقيات والدعم الفني فأنا قلت أن اتفاقيات اللي بتكون بين الاتحاد الأوروبي وبين الدول الطاقة على حوض البحر المتوسط بتباليها بعد اجتماعي وليها بعد اقتصادي وليها بعد تجاري عدد من الأبعاد بيتم طرحها حتى أن بيتم أخذ قضية الهجرة الغير شرعية في الاعتبار وأيضاً تحاد الأوروبي يقدم دعم فني ودعم معلوماتي والاستشعار عن بعد علشان يقلل اللاجئين الغير شرعيين والهجرة الغير شرعية اللي بتيجي من أفريقيا طبعاً الهجرة اللي بتيجي من أفريقيا للاتحاد الأوروبي نقطة في غاية الأهمية والاتحاد الأوروبي وأصلاً رصد لها ميزانية كبيرة لأنه نقطة مهمة جداً ليه سواء بجانب الأمن علشان العملات الإلهابية خلاف وأيضاً هو بحاجز يحافظ على التركيبة السكانية للاتحاد الأوروبي لأنه كان فيه دراسات قالت أنه من 2011 مثلاً لحد 2016 كان عدد المهاجرين الغير شرعيين اللي دخلوا الاتحاد الربي من الممرات الموجودة في البحر المتوسط أو من دول شمال أفريقيا تقريباً 630 ألف مواطن كل سنة الأعداد دي بتتزايد بيوصلوا لأسبانيا أو بيوصلوا لإيطاليا ومنها الباقي الدول الأوروبية بالإضافة إلى لاجئين فهما بحاولوا يضعوا ميزانيات كبيرة وتحديد مبالغ كبيرة علشان دوريات الاستطلاع أيضاً هم ابتدوا يتجهوا زي ما احنا شفنا في 2017 في إطار الاجتماعات اللي كانت عملتها مصر كرئيس الاتحاد الأفريقي مع الدول الأوروبية سواء ألمانيا والأفريقيا أو الاتحاد الأوروبي وأفريقيا والجي سيفن وأفريقيا كل هذه الاجتماعات كان بيتم وضع فيها أطر وتصورات وتحديد أموال طرق أبواب أفريقيا سواء كانت سوق أو سوق لتصريف المنتجات أو مورد للمواد الطبيعية والخامات وما إلى ذلك أمر مجدي بالنسبة للأوروبيين الآن كبديل عما يحدث ربما من كساد مرتقب في الاتحاد الأوروبي أو في الأسواق العالمية بشكل عام طبعا هو الكساد حدث بالفعل يعني فيه أزمة اقتصادية أيضا في العالم كله وانخفاض معدل النمو اللي موجود في أوروبا بقاله سنين يعني لا يتجاوز الاتنين في المية زي ما حضرتك قلت هما يبدأوا يتجهوا إلى باقي دول العالم عايزين يتجهوا إلى أفريقيا سوق كبير هما عايزوا يتجهوا أسواق يصرف منتجاته الكثير مصانع ألمانيا دي مصنع العالم كان وزير التنمية الاقتصادية الألماني قال عليكم التوجه إلى أفريقيا فهي أسواق المستقبل هو يبحث عن أسواق عايز ينتج عايز يشتغل عايز عنده فلوس عايز يعمل استثمارات في الدول الأفريقية فده كان الموضوع ده اللي يشقيه الشتك مرتبط أنه عايز يرفع التنمية في أفريقيا علشان ما يجلهوش كهجرة وكلاجئ ويعمل له أزمة في الاتحاد الأوروبي وفي نفس الوقت هو عايز يصرف منتجاته وفي نفس الوقت عايز يعمل استثمارات تكون ليه في الخارج وتكون دخل ليه الدول الأوروبية وأيضا مصدر للمواد الخام اللي هو محتاجها على لازمة العملية التصنيع علشان يقدر ينافس قوة اقتصادية صعدة زي الصين زي الهند زي اليابان زي الدول زي كوريا الجنوبية فإن أصبح التوجه الأفريقيا يعني حاجة تقع على أولوية الاتحاد أوروبي رغم أن الاتحاد أوروبي كان من أواخر القوة العالمية اللي اتجه الأفريقيا لأنه كان الدول الأسيوية اللي سبقت روبا لأفريقيا شكرا جزيلا حاجة دكتور كريم العمداء أستاذ الاقتصاد السياسي شكرا جزيلا حاجة انتهت هذه الفقرة التي فيها صلات ضوء على ميزانية الاتحاد الأوروبي والمعوقات التي قد يتصور البعض أنها مطروحة أمام الدول الأعضاء وحكم المشروطيات التي توضع من الاتحاد الأوروبي فاصل قصير نعودهم بعده لاستكمال فقرات هذه الجوة شكرا جزيلا